السلام عليكم اخوان دائما مضافي الشانتي من الناس اللي بغى التعامل معنا رأى النمرة دينا كينا فوق من الفيديو نحن نتعاملوه كصوصي تيك يعني انتربريز شريكة فمرحبا بالجميع النمرة ديالي كينا فوق من الفيديو يصوني لي ويدخل عندي الواتساب فهذا الفيديو ان شاء الله غيكون عامر بالمعلومات ان شاء الله ذاك شيء اللي استيبعوه من الول تا الاخر لا تبخلوش علينا بل اراء ديالكم في الكومنتر وبنسبة للصوصي تي الشركة ديالنا راه تدير جميع الاشغال سواء تعلقت بالجروزوفر يعني كحلا او الفينيسيون يعني تشطيب موسيقى السلام عليكم الاخوان لدخلي ببرتاجي مهم كل شيء ببرتاجي هاد الفيديو غيكون مهم ومهم بزاف غنشوفو في الطريقة كيفاش نحسبو الحديد بالخدمة على البلان يعني اي واحد يعني كامولدار يعني يعرف كيفاش يجبد الكيمية ذيال الحديد اللي كتكون في الطابلة بالخصوص غندويه هاد الفيديو غندويه فقط على الطابلة لدخلي ببرتاجي الاخوان لدخلي ببرتاجي الفيديو ويخلينا واحد جاي ما الاخوان ويدرنا واحد تعليق باش الفيديو ها كي يطلونسة اكتر واكتر اول حاجة خصنا نعرفوها قبل ما نبدأ الكالكيل قبل ما نبدأ الحساب وهو كيفاش كنحول الكيمية اللي كتكون عندي بالميترو حقاش انا مني كنحسب كنجبد الكيمية ذيال الحديد بالميترو كيفاش نحولها من الميترو الوزن يعني الكيلوغرام باش نضمون ذي مني كتبغي مشيعة الفورنيتور اللي غيب عليك للحديد كيفاش نحول كيفاش نحول من الميترو الكيلوغرام بالنسبة لحديد ذيال 6 نضربه في 0.122 هذا القيام هذي ركا تبقى دائما بالنسبة لحديد ذيال 8 نضربه في 0.395 حديد ذيال 10 نضربه في 0.617 حديد ذيال 12 نضربه في 0.888 حديد ذيال 14 نضربه في 1.20 هذي قاعدة فاول حاجة في الحديد نبدأ بالسوميلات نضربه طريقة لحسب الاس ا نضربه جميع الأنواع سوميلة نرى ما حال فيها في طول و ما حال فيها في العرض نضربه في البلان تقوم بحديد ذيال 14 يقوم بحديد ذيال 14 يعني 1.40 يعني 1.40 يعني 1.40 يعني 1.40 فاول نضربه في 1.40 هذا الشيء كامل يعني 1.7 يقوم بحديد ذيال 10 يقوم بحديد ذيال 10 و 7 يقوم بحديد ذيال 10 يعني 1.40 يعني 1.40 نضربه في 1.40 و نضربه في نفس الطريقة نستعملوه على الاس دو و نحسبوه ما لدينا من الاس دو واحد جوج 3.4 هادي اس 5 هنا اس دو نحسبوها عندنا وحدة ها عندنا الثانية يعني عندنا جوج ديال اس دو نفس الطريقة اللي خدمنا بها الاس دو من بعد كنجبدو الكمية ديال الحديد بالميترو بحديد ذيال 10 جمعنا 440 مترو هذه 440 مترو قلت لكم فش كتضربوا بنسبة الحديد ذيال 10 باش تحولوا الكيلو 440 كتضربوها في 0.617 اللي وريتكم طريقة كيف تحسبوه كتضربوا في 0.617 كتعطينا بالكيلوغرام السوميلة سيكون فيها 271 كيلو ذيال الحديد ذيال 10 وبالنسبة الحديد ذيال 12 جبدنا 840 مترو فقلنا بنسبة الحديد ذيال 12 كنضربه في 0.888 كنحصلوه على 42 كيلو هكيش بدنا السوميلة عايزونا 2071 كيلو ذيال 10 و 42 كيلو ذيال 12 طريقة سهلة و بسيطة أي واحد بنفس طريقة بنفس الميطود يخدمها على البلان ديالو ذيال الحديد فهذا بالنسبة للسوميلة بالنسبة للصيناج الإخوان اللي يكونوا لدينا البرات اللي هم البرات ذيال الحديد اللي يكونوا طوال ويكونوا لكادر أنا غنزي نحاول لنشرح لكم هاد الصيناج كيف يجدير فيه البارات ذيال الحديد اللي طوال وفيه الكوادر الكوادر هم هادو اللي كي يجمعوا لي الحديد تيكونوا الكوادر على هاد الشكل يعني الكوادر ذا بغن بذن نحضروا على البارات اللي طوال هذه البارات اللي طوال لالإخوان ذيال الصيناج دائما الصيناج فيه استاد البارات يعني هذي دائما في أي بلان الصيناج يكون فيه 20-40 فيه استاد البارات استاد البارات نضربوه في الميتراج كيفش كنج بدوه 56 مترو الميتراج ديالله كنجدو الطول ديال البقعة اللي هو 11 كنزيدو للعرض اللي هو 11 كنضربو فجوج كنحصلو على 44 و كنزيدو تقريبا 12 مترو اللي كيكونوا اللي حقاش الباررة كتكون دخلا في الباررة كنزيدو ديق 12 مترو باش نحصلو على ذاك الباررة مني كدددخول في الباررة كي تزاد الميتراج دياله فكنحصلو على 56 مترو 56 مترو كنضربو فستاد البارات كتولي عدنا 336 مترو قلنا لكم بنسبة الحديد ديال عشرة كننحولو من باش كنبغي نحولو من الميترو الكيلو كنضربو فصفر فاصل 617 هذه 336 مترو كنضربو فصفر 617 كالقوا بأن البارات ديال الصيناج الزولية 207 كيلو يعني 20 كيلو ديال الحديد بالنسبة للبارات اللي غيكونوا طوال في الصيناج بنسبة الكوادرة الإخوان كنشدو ذاك 4 مترو اللي لقينا في الطول ديال الصيناج بعد ماش ادينا الطول ديال البقعة وازدنا عليه العرض ديال البقعة وضربناه في جوج حصلنا على 44 مترو ذاكرة 40 مترو كنقسموه على الاسباس الاسباس هو اللي كيكون ما بين الكادر والكادر ما بين الكادر والكادر 20 سنتيم نقسمه الى 20 سنتيم وحصله على العدد البر وهو 220 بارة هذا 220 بارة نضربه في طول الكادر كيفاش نجبدو الطول الكادر وهو السكسيون ديال الصيناج ديما تكون 20 ال40 نضربه 20 و نزيده على 40 تعطينا 60 و 60 نضربه في جوج مهم تتعق نحصله على 100.16 وهو طول الكادر طول الكادر وهو 100.16 نضربه في 200.25 متر ولي عديه 255 متر و 255 متر بالنسبة لكادر يكونوا بالحديد الستة فبنسبة للحديد الستة ان نحول من المتر الكيلو و نضربه في صفر 222 سنحصل على 57 كيلوغرام ذا هكا كالقابي ان الكادر ديال الصيناج غيه الزولية 57 كيلو ديال حديد ديال الستة والبارات ديال الصيناج غيه الزولية 20 و 7 كيلو ديال الحديد ديال العشرة فالاخوان بالنسبة للبطول هم السواري وصلنا السواري نصيران من الصوري عندما نغير الارضة مثل الصوري، ونغير الارضة والارضة يظنون في الارضة والارضة يظنون في الارضة ان تخذ قمة الارضة لأن اخذ القطاع credible لديه جهاز 5 جهاز فما جهاز 3 جهاز باعترد ممكن ظهار يتجري لاحق باعترد سعيد البرات هو الدتائج e.f. 1.3.456 سعيد البرات في 12 البرات ونحصل على 72 متر ونحصل على العلو ونعام الأرض الغالباً لا يكون 1.80 متر بالنسبة للبرات سوى 70 , سأضرب على 1.80 يجب ان اضرب على 21 مترو بنسبة على 12 مترو سيكونون 4 مترو سوى بل حديث الحديث الحديث 42 مترو عندما تطرف على الإسراءات الأماكن سوايا وراءات الأماكن سأضرب على مستوى 8 مترو في العلو كما تعطي الهوض بحفة مستة هناك ثلاثة الحديد المترو بعد الهوض بحفة ثلاثة حفة مكانة بالنسبة للكوادر الإخوان الكوادر الإخوان هات شيرها مهم وكما تشوفوا معي الطريقة ديال الحساب يعني بارتاجيوا معقا على الأصدقاء ديالكم بالنسبة للكوادر البوتو P1 كان عدنا سيدي مترو ستين بالنسبة للكوادر كما قلت بالنسبة للميترو ستين هو العلو ديال البيطان هو العلو ديال البوتو فهذا مترو ستين كنجيبوه من علو ديال البوتو ولعلو ديال بوتو بيميترو ستين كنقسموه Wat12 سنتين باش نحصلوا على الفوتو هو هدا وقف باش نحصلو على العدد ديالomma抓 اللي غايكونو عنديني اسين العدد graphical المترجم للقناة 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 طول البقعة نقسم الى 20 سم ونقوم بشكل 55 سم سيكون لدي عموديا وعلى 55 سم أفقيا وعلى 55 سم عموديا برائة أفقية نضربها في 11 متر ولكن برائة طول البقعة ونقوم برائة 650 متر والشبكة الثانية يتم تهيئة 55 برائة ونقوم برائة 11 متر ونقوم برائة 605 متر نجمع ٦٥٥ مترو إلى ٦١٥ مترو نحصله إلى ١١٢٠ مترو نضربه بالنسبة للشبكة الحديد مخدومة بالحديد الثمانية نضربه في ٢٣٥٥ لكي نحوله من ١٠٠٧ كيلو نحصله إلى ٤٤٧٧ كيلو يعني تقريباً ١٥ طون اللي ستهزليه الشبكة الحديد اللي ستكون عندي في الطابلة الضالع ففي الأخير بعد ما حسبنا هذوكم الكميات الحديد الثيم الكي نعلم د.''١٨ كيلو على حديد الثمانية الهديد ثمانية كان الهديد الثمانية كانت 617 كيلو من الصرح10 كانت 1.690 يجزل ومن الصرح الهديد الى ١١٢ شبك vie الثمانية لمسختارات来ت OST اتصبح الهديد الثمانية بحديد الثمانية خم Camerabahكري الخدج طين و ١٨٠ تالضرب قمART باط71 60 حاليا نحصله الى 17430 درهم انا عرفت بالضبط بالضبط الكميات الحديد ديالي وعرفت بالضبط اشحال غايت تقام علي الحديد اللي غادي نحطوه في الطابلة ديالي والطابلة الاخوان دائما ركن هضروه على المساحة ديال 120 متر وانتوما اي مساحة كانت عندكم سواء 80 سواء مياه كتخدموا بنفس طريقة باش تبدو الكميات ديال الطابلة ديال الحديد